سأبدأ بسؤالي الأول إلى الأخت راضية بنعون وهي مسؤولة عن مراقبة المبيدات الفلاحية التي تعرفنا باختصار عن ما هي هذه المبيدات وما هي أنواعها وما هي مجالة استعمالها السلام عليكم للجميع يوجد مبيدات زراعية ومبيدات غير زراعية حسب الاستعمال مبيدات الزراعية هي تستعمل لمكافحة الأمراض وآفات المزروحات واللزراعية تستعمل لمكافحة نواقل الأمراض حماية والمخارضة على الخشب وعمليات التطهير بالنسبة للمبيدات الزراعية عدنا مبيدات حشلية وفطرية وضد مكافحة العشاب الضراء بالنسبة للمواد ضد الأعشاب الضراء عندنا الجهازية والمستعمدة على الأوراق وعندنا بالنسبة للفطرية عندنا العضوية والمعدنية وعندنا الحشلية التي هي عبارة على المغربات الضراءSe المغربات الضراءية سيئة مع المغربات الضراءات